فيه ناس كتيرة بتتجوز جواز صالونات يعني ما بيكونش فيه بينهم الاول صداقة ولا حاجة وبتبتدي العلاقة بيه ان احنا مخطوبين وحب وكلام ده كله هل انت مع هذا النوع من الزواج ولا انت شايف انك لا يعني لا تحبزي موضوع جواز الصالونات ده بعض الجواز بتاع الصالونات بيبقى ناجح بس ناجح في ايه لو احنا اتبعنا مثلا خطوات معينة زي ان انت يقولي رأيك بصراحة وما تقوليش رأي غل ما تغدي وقتك ما تغديش رأيك من اهلك ان هم يقولوا الانسان ده مناسب في كل حاجة فبالتالي خلاص احنا موافقين عليه فانت تغدي رأي اهلك وتمشي عليه مع الوقت ممكن تكوني تحس ان انت غلطانة ومش عارفة تتعاملي وممكن تاني لما تقربي منه تحبي فيه حاجات وتبدأي تتعرفي عليه اكتر والعكس برضو وتبدأوا ان انتوا تبقوا اصحاب وتبدأوا كمان ترسل حياتكم مع بعض ايه المدة الكافية لان ده سواء المهمة قوي لكل بنت بتتفرج علينا دلوقتي ايه المدة الكافية اللي انا اقدر اقارر ان الشخص ده انا ينفع اكون زوجة ليه وهو ينفع يكون زوج ليه لان برضو ممكن نقول جواز السلوانات ده نعتبره زي اتنين خبطوا في بعض في الاسنسير اتنين شافوا بعد عن طريق حد عن طريق طنط عن طريق عمل حاجات اللي احنا عارفينها ديعي فنعتبرها فرصة ووسيلة ان هم حد قرب حد من حد فممكن نعتبره طريقة عادية بس امتى تقدر تقول البنت ان ده الوقت المناسب ان انا خلاص ياخد فيه الخطوة دي يمكن الفترة المناسبة قوي هي سنة ويمكن اكتر من سنة سنة او سنة وستة شهور عايز اقول ان في السنة دي او في الفترة دي بيحصل مواقف كتير قوي بيحصل مواقف ان هم بيبدأوا يتعرفوا على بعض من اول وجديد بيبدأ كل طرف يتعرف على علاقات الطرف التاني بيحصل منهم مواقف بيبتدوا يكونوا بيت بيبتدوا ينزلوا يشتركوا مع بعض في تكوين البيت ده ففي حاجات كتير قوي بتظهر بينهم هما الاتنين ومن في خلال الفترة دي فهي ليها طبعا الحق وهو كمان ليه الحق ان هو يحكم قادر يكمل ولا لا الشخص اللي اتعرف عليه ده هل هو ده مناسب لشريك حياته هو ده الشكل اللي هو عايز يرتبط به ويكمل به ولا لا على الاقل سنة على اقل حاجة سنة فيه سدي من تقولك ان فترة الخطوبة لو زادت الموضوع بيبقى ممل والمشاكل بتزيد هل انت معا ولا ضد الكلام ده مفيش حاجة اسمها طبعا المشاكل بتزيد مع فترة الخطوبة المشاكل موجودة كل يوم وموجودة طول الوقت علشان كده بيقول اي حاجة يعني دي وسيلة ان احنا موجودة كده كده موجودة احنا مش عايدين نقول مشاكل هي الموقف الحياتية فيه اتنين ممكن يتقبلوها ويعالجوها ويحلوها ويبقى موقف وخلص وفيه اتنين تاني اللي هما مش عايزين يحلوا اي مشكلة فيوقفوا يسكتوا ويربعوا قدهم ويقولوا لا دي مشكلة ويفكروا في المشكلة مايفكروش في طرق حلة ومن هنا بنقول لا لازم عشرة ولازم وقت ولازم تتعرفي على الشخص كويس قوي قبل ما تبدأ يتاخد الحطوة دي معي